موسيقى أهلا بكم أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف محادثات في أنقرة مع رئيس التركي رجب طيب أردغان ووزير الخارجية مولود شويش أغلو تناولت تعزيز العلاقات الإيرانية التركية وأهم قضايا المنطقة وفي مقدمتها الملف السوري أتوقف مع هذا الخبر لنقشه في محورين ما هي حدود التقارب التركي الإيراني وما تأثيراته المحتملة على معالجة الملفات الأقليمية إلى أي مدى يمكن أن يسهم تحسن العلاقات التركية الإيرانية في تضييق هوة الخلافة بينهما حيال الأزمة السورية إذن تأكدات من تركيا وإيران على عمق علاقتهما رغم الخلافات والحرص على إظهار بعض نقاط التوافق والحديث عن أفق تعاون اقتصادي مثمر كانت هذه محصلة يوم من المحادثات أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف في أنقرة محادثات كانت الأولى من نوعها منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا وجاءت بعد أيام من قمة روسية تركية في سان بيترسبرغ ما يطرح التساؤلات بشأن الرسائل التي يحملها هذا الحرك الدبلوماسي وعلاقته بملفات وأزمات منطقة الشرق الأوسط نتوقف في البداية مع تقرير أحمد مرسوق حبور وابتسام ولغة جسد دبلوماسية تعكس درجة الترحيب والفرحة باللقاء مثل اجتماع الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا هكذا تقابل وزير خارجية تركيا وإيران رغم الكثير من الاختلافات تحدثنا عن الملف السوري سنقوم بتعاون أكبر في هذا الموضوع في الفترة القادمة نتفق حول كثير من النقاط خصوصا الموقف من وحدة الأراضي السورية هناك بعض الخلافات ورغم ذلك لم نقطع الحوار بين تركيا وإيران إننا نؤكد ضرورة أن تتخذ إيران موقفا إيجابيا من أجل حل عادل ودائم للمشكلة السورية ورغم أن كل بلد يقف من الأزمة السورية على النقيد من الآخر ورغم الاختلافات الأخرى بين البلدين في ملفات مثل الأكراد والعلاقة مع الغرب وإسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية والتغلغ للإيراني في المحيط الإقليمي العربي الذي يقلق تركيا بدءا بالعراق ثم السورية ثم اليمن رغم كل ذلك إلا أن التعاون الاقتصادية بينهما كان عنصرا ثابتا يشهد قدرا من الاستمرارية تاريخيا منذ أن عقدت تركيا في تسعينيات القرن الماضي اتفاقا بنحو 25 مليار دولار لاستيراد الغاز الإيراني مرورا بتعاون أنقرة مع طهران في أشد سنوات العقوبات الغربية صعوبة على إيران وصولا إلى الوقت الحالي حيث صارت تعاون الاقتصادي بين البلدين قاطرة لعودة الدفء بينهما خاصة بعد رفض طهران لمحاولة الانقلاب في تركيا تماما كما حدث بين موسكو وأنقرة مؤخرا أنا سعيد لأن علاقاتنا مع تركيا وروسيا تسير بشكل جيد التعاون مع دول الجوار جيد كذلك حوارنا مع الجانب السوري وعلاقاتنا مع الروس في أحسن حال كل الأطراف تريد الأمن والسلام في سوريا علينا التعاون من أجل القضاء على الإرهاب استئناف الحوار والتقارب بلغة أكثر مودة بين البلدين يدفع إلى التساؤل حول مصير الأزمة السورية خاصة أن طهران وموسكو لهما تغلغل ووجود فعلي على الأرض السورية فهل حانت الفرصة لتنفيذ ما طرحه وزير الخارجية الإيراني بشأن فكرة الآلية الثلاثية بين طهران وموسكو وأنقرة لاحتواء الأزمة السورية؟ وهل سيكفي الاتفاق الثلاثي لإحداث اختراق في أزمة تقارب عامها السادس؟ ويظهر أيضا تساؤل حول إمكانية حل الأزمة السورية بعيدا عن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة في ظل حقيقة أن أبرز ما يجمع أنقرة وطهران وموسكو من تشابه حاليا هو الموقف المتوتر بدرجة أو بأخرى مع الغرب كما أن التقارب الإيرانية التركية يمكنه أن يحدث أثرا في أزمات أخرى لطهران فيها يد ولموسكو فيها موقف مثل اليمن والعراق موضوع حلقتنا ننقشه مع ضيوفنا من إسطنبول جينكيس طمار أستاذ الألاقات الدولية في معهد دراسات الشرق الأوسط ومن طهران حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران ومن لندن محمد قواص الكاتب والبحث السياسي مرحبا بكم جميعا سيد طمار ما الذي يكسب هذه الزيارة طبعها الاستثنائية رغم أنها لم تأتي على أنقاذ قطيعة بين البلدين طبعا هذه زيارة مهمة جدا ورسائل عدة في خارج تركيا خاصة للغرب وأمريكا بعد هذه المحاولة الفاشلة وخاصة أمريكا وغرب بشكل عام ما تساند مع تركيا مثل روسيا وإيران والآن تركيا تحاول أن توطي رسائل إلى الغرب وأمريكا خاصة حتى إذا في ملف سوري وأيضا في العلاقات الدولية أن تركيا تتفق مع روسيا وإيران في بعض المسائل في المنطقة وهذه رسالة واضحة جدا وقوية جدا لأمريكا وغرب أظن هذه أهم نقطة في هذه الزيارة يعني زيارة رجب طيب أردوان إلى روسيا وأيضا زيارة الظريف إلى تركيا رسالة قوية جدا من تركيا إلى الغرب سيد أحمد يان هذه الزيارة عودت الدفء إلى العلاقات الإيرانية التركية لا يبدو أنه جاء من عدم إذا أخذنا في الاعتبار أحداث أخرى وتقاربات أخرى حصلت خاصة بين تركيا وروسيا إلى أي حد يمكن الربط بين هذا وذلك نعم مساء الخير تحية لك ولضيوفك الكرام طبعا هناك تغيير في السياسة التركية بدأ منذ نهايات 2015 وإيران أحست بهذا التغيير وبدأت تدفع باتجاه حمل تركيا للتعاون أكبر في الإقليم وعلى المستوى الثنائي طبعا هذا لم يأتي من عدم بل أتى من تغيير حدث أولا في تركيا ثم واكبته روسيا وإيران وأحدث تغييرات على المستوى الإقليمي لذلك إيران اليوم تدفع بهذا الاتجاه زيارات السيد الضريف المتتابعة في مارس كانت له زيارة والآن له زيارة وهناك وفود كثيرة تذهب وتأتي من وإلى أنقرة ولذلك الدفع بهذا الاتجاه بدأ من أنقرة ثم واكبته إيران وروسيا وأعتقد أن إيران اليوم طبعا العلاقات بين الدولتين لها قواعد أساسية القاعدة الأولى التي لم تضر بالمصالح الاقتصادية للدولتين هو فصل السياسي عن الاقتصادي القاعدة الثانية التي أحدثتها الأزمة السورية هو فصل العلاقة الثنائية عن العلاقة على المستوى الإقليمي لذلك بهذه الفصلين استطعت الدولتين أن تحافظ على مستوى الراقي للعلاقة الاقتصادية واليوم تحسن من علاقتها السياسية بعد التغيير الذي طرأ خاصة بعد الإنقلاب الأخير في تركيا رغم أنه لم يأتي من داخل الإنقلاب لكن أعتقد أن الإنقلاب سرع من هذا التغيير في السياسة التركية صيد قواص أتا كيف تفهم أو في أي سياق يمكن أن تضع هذه أزيارة هذا التقارب الإيراني التركي وسؤال على حساب من ربما يحصل ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن وزير خارجية الإيراني توجه إلى تركيا بعد القمة الروسية التركية طبعا الجهة الإيرانية والطرف الإيراني أضاف في إعلانه للخبر بأن الزيارة هي دعوة من وزير خارجية التركي بغض النظر عن صحة ذلك أم لا هناك حاجة تركية لفهم ماذا حصل في روسيا بين الزعيمين التركي والروسي طبعا إيران تعتبر حليفة لروسيا وهي تعرف حدود الحلف مع روسيا تعرف الحد الأقصى الذي باستطاعت روسيا أن تمنحه لإيران في الساحة السورية وهي عانت طبعا وسائل إعلام وبعض المنابر السياسية في إيران عبرت عن امتعاض في عدة أوقات ومناسبات ضد أداء روسي سبب إما مجازر لحزب الله أو اغتيالات طالت أو قتل جنرالات أتراك أو تقاعس روسيا عن التقديم التغطية الجوية المفروضة بهذا المعنى تركي إيران تعرف تماما حدود العلاقة مع روسيا لكن تريد أن تفهم أكثر ما هي الحدود الجديدة لهذه العلاقة المستجدة ما بين روسيا وتركيا طبعا الكلام الذي لاحظناه اليوم في الكلام عن الاقتصاد أعتبر أنه قد يعني كلام نوعا ما مكرر لأنه دائما كانت الزيارات متبادلة وكانت اللقاءات بين الزعمات التركية والإيرانية تتحدث دائما عن الاقتصاد ولا شك أن الاقتصاد يعمل بشكل كامل بغض النظر عن الموقف السياسي المختلف عليه فقط في الميدان السوري فبالتالي الشق الاقتصادي كان تعمية أو تغطية للشق الحقيقي الذي أتى من أجله وزير خارجية إيران وليس وزير الاقتصاد أو وزير النفط لكي يفهم أكثر حدود العلاقة الجديدة وكيفية استفادة إيران من هذا التقارب الروسي التركي سيد طمار يعني إيران تريد أن تفهم يعني حسب ما قال ضيفي يعني حجم أو حدود ما يمكن أن يكون قطرة على الموقف التركي من الملفات جميحها هنا أسأل ما هي نقاط التلاقي والاختلاف الآن بين أطرافين مع وجود هذا التقارب ووجود عودة هذا الدفء إلى العلاقات طبعا علاقات سياسية بين تركيا وعلاقات الاقتصادية بين تركيا وإيران يعني منذ زمن بعد السمانينات تحسنت كثيرا ولكن كما تفضل الأستاذ في لندن هذه الزيارة خاصة زيارة سياسية هناك نقطتان مهمتان بالنسبة لكل الدولتين وحتى روسيا في المنطقة المشكلة الأولى ملف السوري كما تعرفون روسيا إيران ونظام الأسد كان محور وتركيا والغرب أمريكا والمملكة العربية السعودية كان محور الثاني ولكن الآن تغيرت اللعبة بعد خروج أمريكا من مسألة سوريا تركيا بقيت وحيدة مع المملكة العربية السعودية وأيضا بعد هذه المحاولة الفاشلة خاصة الشعب التركي والحكومة التركية يؤمنون الأمريكا والغرب تساند مع الإنقلابيين وبسبب هذا تركيا تغير سياسته تجاه المنطقة وخاصة سوريا أظن سيكون هناك تغيير في سياسة الخارجية التركية في سوريا طبعا هذا كان أهم مشاكل بين إيران وروسيا وتركيا ولكن الشيء الثاني طبعا بشكل عام في المنطقة هناك بعض المشاكل بين الإيران والتركيا تشميل النفوذ الشيئي في المناطق العربية وأيضا القضية الكردية أنا أرى سيكون تقارب بين سلاسة دول روسيا وإيران وأيضا تركيا تريد أن ترسل رسالة للغرب حتى تتوازن العلاقة بين الغرب والشرك في هذه المنطقة أظن تركيا تنتظر الانتخابات الأمريكية وتسليم فاطولة قلان إلى تركيا بعد ذلك ستكون موازنة بين العلاقات التركية مع الغرب وأمريكا وأيضا روسيا وإيران سيد أحمد يان إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا التقارب الإيراني التركي وهل مزالت لإيران يعني خطوط حمراء لا آت فيما يتعلق ببعض الملفات الإقليمية والدولية طبعا عندما بدأت الخلافات تطرع على العلاقات بين إيران وتركيا سياسيا في ملف السوري بشكل خاص كانت تركيا تبحث عن مصالح اليوم أصبحت التهديدات هي التي تسود الموقف التركيا تحس بتهديدات كبيرة من سوريا وتطورات الوضع في سوريا وإيران هي الأقرب إلى تركيا بحسها لهذه بشعورها بهذه التهديدات لذلك التصور التهديد أو ما يسمى بثريت بورسيفشن يجمع الدولتين اليوم أكثر من التقاء أو اختلاف المصالح الذي كان يفرقهما سابقا لذلك أعتقد أن تصور التهديد سيجمع الدولتين في أكثر من ملف وسيدفعهما إلى تعاون أكبر على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الملف السوري بشكل خاص لذلك أعتقد أن لا حدود لهذا خطوة بخطوة ستتطور العلاقة بين الدولتين وإيران كانت تبحث عن هكذا تطور وتركيا اليوم هي على نفس النهج ولا أعتقد أن يمكن رسم أي حدود أما بالنسبة لخطوط إيران الحمر في الملف السوري أو قيره فلا أعتقد أن إيران أكثر تشبثا من تركيا بتلك الخطوط لإيران طبعا سياسة واضحة في الملف السوري لا يعني أن إيران تتنازل عن سياساتها لكن لا يعني هذه الخطوط التي رسمتها في زمن ما هي الخطوط التي سترسم سياسة إيران في المستقبل أيضا بل أن إيران طبعا أبدت مرونة في الكثير من الغضايا هي شاركت في أي يعني كل محادثة حول السلام في السوري دعيت إليها ويتدفع يعني منذ سنتين تقريبا السياسة الإيرانية كانت وتؤكد وتركز على المصالح السياسية والحل السياسي داخليا أولا محليا أولا ثم إقليميا ثم إنشاء التطورات دوليا لكن إيران تركز على المحلي والإقليمي بشكل أكبر ولا أعتقد أن هناك تغير في هذا الاتجاه اسمحوا لي ضيوف الكرامة أن نتوقف مع فصل قصير ونواصل بعد مناقشة المواقف التركية والإيرانية تجاه الأزمة السورية تحديدا قوم معنا أهلا بكم من جديد قبل التطرق تحديدا إلى ما يتعلق بالشق السوري في هذه الزيارة سيد قواص لاحظ معي هذه المفارقة يعني معظم الملفات التي تطرح على الطاولة في هذه الزيارة هي ملفات يعني يجري بحثها وهي ملفات عربية في غياب العرب يعني كيف يمكن تفسير ذلك طبعا يعني حضرتك تشير بشكل مباشر إلى أزمة كبرى في في الفعل العربي وطبعا في الدبلوماسية العربية طبعا أنا من المتسائلين عندما يعني تقوم الدول بالحج بين مزدوجين إلى تركيا بعد الانقلاب سواء كان التركيا عفوا سواء كان المسؤول الإيراني طبعا هناك وفد أمريكي من وزارة العدل يزور تركيا هناك طبعا وزير خارجي الأمريكي الذي سيزور تركيا إضافة إلى الحركة التركية أنا لم أرى أي دبلوماسية عربي حتى الآن إلا طبعا في بعض الاستثناءات باتجاه تركيا بمعنى العرب الآن يتأملون هذا التطور النوعي الخطير الإقليمي الذي يتداعى مباشرة على مصالح العرب وهم يتفرجون على الأقل وبصمت نوعا ما ملتبس وهذا طبعا يطرح أسئلة هل الفعل العربي نحن عندما يتحدث عن العرب ما يتحدث عن القمة العربية أو عن الجمع العربية يتحدث عن دول أساسية في هذه المنطقة يفترض أنها لها أجندات مباشرة حتى في الموضوع السوري وحتى في العلاقة مع تركيا وحتى في العلاقة مع روسيا لاحظنا هذا الشلل هذا الصمت وكأنه هناك تأمل وكأنه هناك مفاجأ مما يحصل طبعا سؤالك شرعي جدا وأعتقد أنه يجب الهروة للاكتخاذ قرارات مناسبة لإعادة التموضع وفق التغيرات الجديدة في المنطقة سيد طمار الآن على أي أرضية مشتركة يمكن أن تقف إيران وتركيا فيما يتعلق بالأزمة السورية ونحن نعلم أن الاثنين يوجدان على طرفين قيث طبعا أنا أظن بعد هذه المحاولة وبعد دعم الغرب أمريكا المحاولة وبعد دعم الروسيا وإيران الهكومة الشرعية المشروعة في تركيا طبعا منذ بداية من بداية الأزمة السورية كانت تركيا تريد أن ترحل يرحل النظام الأسد فورا منذ خمسة سنوات تقريبا ولكن في الشهور الأخيرة أنا أرى بعض الرموز تغيير السياسة التركية تجاه سوريا خاصة بعد هذه المحاولة وبعد الاجتماعات بين روسيا وإيران أظن تركيا بإمكانها أن تغيير سياستها قليلا تجاه سوريا خاصة نظام الأسد ممكن أن تكون هناك هكومة يعني مؤقتة أو ستة أشهر سنة أو كذا وأيضا أظن دول السلاسة بإمكانهما أن توقف هذه المشاكل في المنطقة لأن روسيا وإيران وتركيا لها دور أكبر الآن في المنطقة خاصة بعد خروج أمريكا والغرب من المنطقة ولكن لا أستطيع أن أتوقع مدى التغيير السياسة التركية تجاه سوريا لأن من البداية تركيا قالت لا نريد نظام الأسد في سوريا أبدا بعد هذه المحاولة ممكن هناك تغيير في السياسة وأن تبقى أسد نوعا ما سنة أو سنتين حتى يكون هناك تعيير في النظام أو ديمقراطي الآن أظن روسيا وإيران وتركيا لهم دور أكبر في ملف سوريا طيب سيد أحمد يان تركيا طلبت من إيران فيما يتعلق بالملف السوري أن تقوم بدور إيجابي يعني ما المطلوب تركيا من إيران ومقابلية إيران للقيام بمثل هذا الدور طبعا لتركيا الحق في طلب أي شيء لكن هذا ما يتفق عليه الدبلوماسيين لا يأتي للعالم بسهولة لا أعتقد أن لهذا هذه الجملة معنا في العلاقات التركية الإيرانية اليوم إيران طبعا تريد أن تلعب دور إيجابي لكن المشكلة أن هناك خطابان متعارضان اليوم الخطاب الإيراني وحلفاء إيران مقبول أكثر يعني يقبل أكثر من سابقه على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وإيران تحس بذلك لذلك ترى في تقيير السياسة التركية فرصة لإحداث تقييرات في الملف السوري ليس بالضرورة طبعا فرض كل ما يريده الإيرانيين وحلفائهم في الإقليم لكن على الأقل الإتيام بمغاربة بعيدة عن الصفرية التي كانت سائدة بالقول بأن يجب طرد النظام السوري أو إحداث الفوضى يعني بين الفوضى والنظام هذا الخطاب يفقد لونه في الإقليم اليوم إيران تحس بذلك ولذلك أعتقد أن التقيير بدأ من خارج إيران وإيران ترحب بهذا التقيير لذلك الطلب من إيران بأن تقير أو تعمل بإيجابية أكبر أعتقد أنه خارج إطار السورة التي يجري رسمها اليوم سيد قواص هل تعتقد أن الملف السوري سيشهد مقاربات جديدة معالجات جديدة في ظل كل هذا الحراك الإقليمي أنا أعتقد أن الملف السوري ليس بيد تركيا وروسيا وإيران الملف السوري فقط هناك أطراف أخرى وخصة الأطراف الإقليمية يجب الانتباه أن الأجندة الروسية في سوريا لها علاقة بالأجندة الروسية في العالم لحظنا في الأيام الأخيرة هذا التوتر في منطقة أوكرانيا ليس صدفة ولحظنا أكثر أن روسيا وهذا يغيب عن بال الجميع أن روسيا بحاجة لهذه العلاقة الجديدة مع تركيا وبحاجة لهذه العلاقة الجديدة مع إيران علما أن هناك علاقات متقدمة أيضا مع إسرائيل وبالتالي عندما نتحدث عن هذا الحلف الثلاثي ننسى أن هناك عضوا رابعا خفيا هو العضو الإسرائيلي أريد أن نحدد أن الوضع السوري حاليا في حال أرادت هذه الدول أن تتقارب الوضع السوري مرشح ليس للحل مرشح للتجميد والتعليق وبالتالي لا معركة في حلب ولا حسم في حلب وليس هناك أي طرف قادر على حسم الأمور الأمور بانتظار الطبخة الأمريكية في نوفمبر القادم ووجود إدارة جديدة أمريكية باستطاعتها أن تشارك وأن ترعى هذا التقارب الحاصل الحاليا لاحق فقط معي أستاذ أن من يتدلل حاليا هو الطرف التركي الذي يقول عنه الإيراني أنه سيكون ممرا للغاز الإيراني إلى أوروبا الروسي يقول أن تركيا ستكون ممرا للغاز الروسي إلى أوروبا بالإضافة للإسرائيل أشكرك جزيلا أشكر الوقت محمد قواص الكاتب والبحث السياسي من لندن أشكر أيضا جينكيس طمار أستاذ العلاقة الدولية في مع دراسة شرق الأوسط من أسطنبول ومن طهران حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران شكرا جزيلا لكم بإذة تنتهي هذه الحلقة من برنامج مورا الخبر دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر